السلام عليكم أصدقائي أنا اسمي سيزار وبرحب فيكم في قناتي سيزار ريفيوز كل اليوتيوبرز حاليا عشان عام 2017 قارب على الانتهاء الكل بيعمل فيديوهات عن أحسن تليفونات أفضل تليفونات وبعطيها مراتب بصراحة فيه فيديوهات رائعة جدا بنصحكم تحضروا فيديو لأم كي بي أج دي ماركس براونلي من أفضل فيديوهات اللي حضرتها عن هذا الموضوع أنا من نسبة لي بصراحة يعني كد ما بدأ أسوي بس في كتير ناس سيقول احكي عن أفضل أجهزة احكي رأيك عن أفضل أجهزة أنا شخصيا ما عندي أجهزة أنا عندي الأجهزة التالية عندي نيكسوس 3 مكسر خربان عندي سامسونج S3 عندي سامسونج الفليب فون وعندي سوني إليكسون إذا تذكر الزمان الـ W بصراحة ما عندي الأجهزة ولكن إرضاء لطلب البعض رح أعمل ثلاث فيديوهات فيديوه عن أفضل أجهزة عام 2017 وفيديوه عن أفضل أجهزة متوسطة 2017 وفيديوه عن أفضل أجهزة رخيصة 2017 فيديو اليوم سيكون عن أفضل خمس أجهزة في رأيي الشخصي وهو رأيي قد يخطئ وقد يصيب مش ضروري يكون صح مش ضروري يناسبك ولكن هذا رأيي الشخصي أنا أنت رح تكتب لي رأيك الشخصي عن أفضل جهاز 2017 خلينا نبلش بصراحة 2017 كان من صعب أنك تحدد جهاز أن هذا أفضل جهاز لأنه الشركات أبدعت هواوي أبدعت سامسونج أبدعت الجي أبدعت أبل جوجل كل الشركات أبدعت تقريباً أعطونا أجهزة رائعة جداً أنا سأبدأ بالمرتبة الخامسة لكن أذكرك أنه إذا بدك تشتري هذه الأجهزة سيكون روابط في الأسفل والشغل سأذكرك فيها أنه هذا رأيي الشخصي مش ضروري يكون صح نبلش بالمرتبة الخامسة المرتبة الخامسة الميت 10 برو كثير من الناس ستتفاجأ من هذه المرتبة أنا أعتبره أفضل جهاز أفخم جهاز بصراحة الجهاز فخم من ناحية تصميم من ناحية الكاميرات خرافي من ناحية أداء أيضاً خرافي أنا ممكن ما بيعجبني فيه السكن تبعه أو نظام الأندرويد والأم يو آي تبع هواوي ما بيعجبني تخيلوا هاي ممكن تغير رأيي بالجهاز فهو في المرتبة الخامسة أي جهاز رح تختاره أنت من هاي المراتب سيكون تسوين وين سيتيواشن يعني أنت ربحان ليش؟ لأنه بصراحة كلهم رائعين ولا واحد سيئ مستحيل يكون سيئ أصلاً فهذه هي المرتبة الخامسة نشوف المرتبة الرابعة المرتبة الرابعة الآيفون عشرة اللي هو الآيفون إكس ناس سموه بطريقة ثانية بصراحة الجهاز هذا أفضل جهاز صنعته أبل جميل جداً تصميم خرافي الكاميرا الرائعة جداً البرفورمانس يعني ما فيه زيه أنت حتقول لي طب سوزر شلي مش عاجبك هذا الجهاز بصراحة أنا مشكلتي مش مع أجهزة أبل بقدر ما هي مشكلتي مع شركة أبل ونظام اللي بتعامل فيه مع الناس والاستغلال هاي أول نقطة نقطة ثانية بشعر بعدم حرية من نظام أبل أنا استخدمت نظام أبل شوية صغيرة أنا مش فترة طويلة ولكن هاي كانت كافية أنا تعطيني الشعور إنه ما بحس بالحرية فيه ناس حيقول لك لا الأبل هي أفضل نظام وأفضل أجهزة هذا رأيك وهذا رأيي إذا المرتبة الرابعة الآيفون 10 المرتبة الثالثة الجالكسي نوت 8 أفضل شاشة في سمارت فون يعني أحلى من هيك شاشة أفضل من هيك شاشة ما راح تلاقي الأداء خرافي الكاميرات رائعة جداً عندي مشكلة مع البطارية إنه أداءه في فحص البطارية في أكثر من فيديو في أكثر من مكان أكثر من شخص بيلاقي إنه شحنه بطول أكثر سحبه يعني بخلص أسرع فيعني هل هذا يعني أنه سيء أبداً لا يعني أتمنى بصراحة أني أحصل على جهاز زي نوت 8 بس عشان نعمل مرتبة أولى وثانية وثالثة لازم يكون فيه سبب معين ليش هذا كان ثالثة أو رابعة أو خامسة فالسبب أنا على الأغلب بالنوت البطارية المرتبة الثانية جهاز يعني أنت حتستغرب بالنوت بس هو فعلاً جهاز منافس أنا بصراحة بحب هذا الجهاز ومن نفسي أني أشتري هذا الجهاز هو الون بلس 5T شاشة جميلة جداً أداء هذا الجهاز يا جماعة الخير خرافي عادي بنافس النوت بنافس البكسل بنافس الآيفون بالأداء أداءه خرافي ما تستغر منه هذا صيني ولكن أداءه رائع جداً شغلي مميزة فيه شحنه سريع جداً الشحن سريع جداً وصرفه للبطارية الرائع جداً يعني أكثر بطارية بالدوم بين كل الأجهزة بين الستناء اللي حكينا عنهم أتليست اللي حكينا عنهم هو الون بلس 5T بطارية بتستمر يعني بتغلب كل هاي الأجهزة عاد عن الشحن الخرافي فبصراحة الجهاز كمان سعره خمسمائة دولار وين بتلاقي جهاز بهيئك مواصفات بهيئك سعر كل الأجهزة اللي حكينا عنهم أسعارهم ثمانمائة دولار وطالع هذا الزلمة خمسمائة دولار يعني فيه فرق كبير بالسعر الايفون 10 والنوت 8 ألف دولار وطالع فيعني فيه خمسمائة دولار فرق بصراحة جهاز رائع يعني أنا كنت أضع المرتبة الأولى لولا السبب واحد إنه كاميرته يعني رائعة ولكن مش مناسب إلي أنا بحتاج كاميرا أحسن من هيك أنا بالنسبة للكاميرا هي فكاميرته هي رائعة يعني ما في خلاف ولكن هي مش أفضل كاميرا عشان هيك بدنا نروح على المرتبة الأولى المرتبة الأولى بدون منازع بالنسبة إلي يمكن بالنسبة لك ما يكونش من ضمن المرتبة الخمسة أنا بالنسبة للمرتبة الأولى الجوجل بيكسل XL شاشة جميلة تصميم لا بأس به صحيح تصميم مش أقوى نقاطه ولكن يعني مقبول الأداء خرافي الاندرويد الخامل عليه يعني بتوخذ تجربة من أروع ما يكون وأهم شيء الكاميرا أفضل كاميرا في سمارتفون أفضل كاميرا رغم أنها كاميرا واحدة مش دول كاميرا هي أفضل كاميرا مش بس عشان أرقام جابت أرقام كبيرة لا على أرض الواقع كل يوتيوبر عمل ريفيو وأنا حضرتها عن تليفون جوجل بيكسل XL طبعا يعني نصعق بش نصعق نصدم من قدرة الكاميرا يعني بصراحة كثير طورت الكاميرا كاميرا أداءها رائع السوفتوير اللي عملين للكاميرا خرافي الكاميرا يعني ما تخيب أملك في أي مناسبة فلذلك هو المرتبة الأولى عندي بيعطيك العافية بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بهذا الفيديو إذا بتكونوا تشتروا أي جهاز بدي أحاول أحط روابط لكل هاي الأجهزة في الدسكريبشن تحت اكتبوا لي كل شخص إيش الجهاز المفضل عندك 2017 السلام عليكم